نروح لغبر مهم بيخص طبعا نجمنا محمد النني محمد النني نجم مصر وأرسنال الإنجليزي اللي نشر النهاردة الحقيقة صورة ليه بيشكر فيها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد طبعا منتخب البرتغال على إهداءه أميسه أميس رونالدو راح للنني الهداية كانت عبارة عن تي شيرت تي شيرت يوفنتوس الإيطالي وطبعا موقع عليه من كريستيانو رونالدو طبعا الحاجات دي كابتن هاني يعرف طبعا قدرة مني الحاجات دي اللعبة بتحب تحتفظ بيها موضوع تي شيرتات في منهم بعد كده اللي بيعمل متاحف بيحب يحط الحاجات التذكارية دي طبعا التي شيرتات بالنسبة للنجوم دي احنا يعني من خلال المشوارت بيبقى محتفظين بهذه التي شيرتات خاصة من نجوم كبار زي رونالدو بتكلم على ميسي تانية نجوم كبار بنحتفظ بيها بتبقى ذكرى كمان لينا ولولادنا لكن عايزة تكلم على النني كمان لسه بتكلم على سعد سمير لكن كمان النني من ولادي وانا كان يعني الحمد لله كان ليا الشرف وانا تواجد مع مجموعة كبيرة جدا جدا من لعيبة زي النني وإحجازي وصلاح وسعد سمير محمود علاب نتكلم على ماروان محسن نتكلم على نجوم كبيرة شخصية كمان النني النني يا جماعة لاعب اكتر من رؤى لاعب يمكن بدأ مشواره الناس بس مش حتى فوكس عليه اكيد كلنا مهتمين بصلاح صلاح قيمة كبيرة جدا لكن لازم كمان النني ياخد حقه النني كابتن الارسنال يا جماعة كابتن فريق الارسنال الانجليزي هذه المرتبة عالية جدا جدا قيمة كبيرة جدا النني مشوار طويل من التحديات بدأ من يعني زي ما بنقول كده من تحت الصفر تحدي كبير جدا حتى لما راح ارسنال كان عنده بعض المشاكل لا تحدى نفسه راح على تركيا عمل اداء اكتر من رائع ورجع على الارسنال بيقدي بشكل اكتر من رائع على منتخب مصر عمر النني مكان يعني حريص على حتى مباراة ودية وانا لمحت دوت كان حريص جدا على كل مباراة يعني بيحب بلده جدا وده بيظهر من خلال المنتخب فعايزين كمان هو مظلوم اعلاميا عايزين ندي له حقه بصراحة ندي النني حقه هو بس؟ لا انا ده علشان النني فترات طويلة سهام كان فيه انتقادات عليه وارد ان انت انتقاد بشكل كبير لكن كمان النني عمل مشوار طويل جدا كلنا فكس على صلاح ما فيش شك على محترفين لكن النني كابتن الارسنال عنده مشوار كبير جدا عنده موسم رائع كمان غير موسم رائع ده كمان انت بتكلمي عن التحديات يعني واحد خرج من الارسنال الراحة تركيا ورجع للارسنال كابتن فريق صحيح فدوت مش سهل بيقدم على منتخب مصر بشكل اكتر من رائع لعب اولمبياد لعب يعني ماتشات كتيرة جدا جدا على مستوى المنتخب الاول بيلا انتقادات كتير لكن دايما شايف شغله دايما مركز في شغله وده مهم جدا رغم الانتقادات ورغم الناس كانوا بتتكلم عليه بطريقة يمكن مش كويسة لكن النني مركز في شغله فالنني كمان من النجوم الكبار جدا اللي يستحق كمان ان احنا نركز معاه ان احنا ندي له حقه وندي كمان كل اللعباتنا لكن النني بصفة خاصة كمان من اللعيبة المميزة جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الاخراق مش ده بيكون يعني شغل او دور مهم جدا لوكيله للاجنسي يعني بترعى اعماله احنا نتكلم طبعا طول الوقت نتكلم على الاجنسي او الوكيل محمد صلاح هو دايما اللي بيعمل الدور ده ولذلك جزء كبير جدا من المحمد صلاح فيه يعني ورا وكيله وكيل اعماله لكن وكيله هيسوى ازاي للعيب لو اللعيب ده مش ملتزم لو اللعيب ده ما بلعبش منتخب بلده لو اللعيب ده ما عندوش اداء قوي فامكانيات اللعيب ومواصفات اللعيب هي اللي بتدي الايجنت انه بيقعد مع الناس لا والله انا وكيل محمد صلاح اللي هو عام الواحد اتنين ثلاثة انا وكيل النني الواحد اتنين ثلاثة لكن لو النني في وقت من الاوقات واتكلمنا برضو نفس القصة الاحجاز احجازي كمان كان بيلعب في البرونان ليج كان جلو اصابة كان بيلعب في الدور الإيطالي وتعور كمان التحديات اللي بيمر بها لعبتنا دي اعتقد انها مهمة جدا على مستوى التركيز فكل التحية للنني كل التحية كل محترفين لكن اني بصفة خاصة اني ان شاء الله كمان يزبط خلال الفترة اللي جاي انه قدير بتمثيل بلده وان شاء الله باذن الله كل توفيق اللي لعبتنا المحترفين اللي هي صورة رائعة لنفسهم والمصر كمان